بسم الله الرحمن الرحيم مختلف ومشتقليدي ده المكتب من على الجنب المكتب طبعا فيه شغل عالي جدا ومعمول الاشرة ده الاشرة بتاعته طبعا الاشرة البابونجا معروفة للجميع الاشرة اللي بتبقى خشب طبيعي بتلزق معمول فيها نظام برضو ديكور بالاشرة اللي هي الابيض ده المكتب الاشرة طبعا بتبقى ألوانها ثابتة ما بتغيرش مش زي الديكو ولا كيه تبقى سابتة ومعمول فيه شغل عالي جدا المكتب ده معمول العمود ده وران من وراء فيه عمودين واحد يمين واحد شمال ومعمول عمود صغيرة معلقة بتدي شكل كده ورونك طبعا مع الحركة كده بتتهز بتدي شكل جميل معمولة لون دهبي العمود طبعا مدهونة دهبي بديها شكل جميل جدا ومتقطع نظام عاسلي برضو المكتب فيه بومبي من وراء زي ما حركوا شايفين كده ده عامل كرش وراء مش عادل يعني المكتب مش جاي عادل من وراء ده عامل بومبي وراء مدي شكل جميل وده برضو دوران في طرف المكتب شوفوا حدركوا اللمعة وشوفوا الفينيش مشاء الله يعني كأنه ازاز المكتب على فكرة معلوهش ازاز يعني اللي شوفوا ده عليه ازاز لا ده هو من شدة لمعة المكتب والخدمة عاكس السقف هوا وعاكس العمدان جنبه ده بيدل انه هو مخدوم كويس جدا يعني المكتب طبعا ضال فعلى يمين وفي النص فاتحة اللي هيقعد شايفين اللمعة يا جماعة كأنه ازاز عاكس الشبك وعاكس الحاجة مع ان المكان مفيش في اضاءة عالي اول حاجة يعني ده ضاي الشمس ده المكتبات جميل جدا جدا من وراء زي ما قلت الحكو فيه كرش عامل كرش من وراء مهاش عادل يعني مهاش جاي عادل ده طبعا في الورشة هود أثناء ما كنت بنصهاره في الورشة انا بس بحاول اجيب الكرش لكن طبعا هو الكاميرا مش جايبها وعايز يبقى منظر افجي ده اللي عمود دهبي منها مدية متانة وعصب للمكتب وكمان مدية شكل كمان يعني مدية شكل قراءه اذا بحاكو شايفين طبعا المقابض مدية له شكل جميل والزرائر واندرج معامله كلون عشان بطل الفتح والقفل والطلب يقفل على حاجته طبعا القشرة بقول لي هاراكو ان القشرة دايما مميزة يعني بس طبعا ما عادش حد بعمل القشرة زي زمان كتير يعني نادر اول اللي بعمل القشرة ده الدور النوات من ورا شايفين حضراتكم اللمعة جميل جدا ما شاء الله اكتب لي بقى في التعلاقات منتظركم ان شاء الله في التعلاقات شكرا هناك